السلام عليكم جميعا كيف حالكم؟ خير إن شاء الله في هذا اليوم سأتكلم عن الأطعمة التي يحلل ويحلل وأكله قبل ذلك سأشعر فلحنا مار والطعام مار والطعام الطعام هو أي مادة يتم استهلافها لتزيير اسمه بالدعم للغذائي الطعام ينقصب إلى قسمين أولا الطعام يحلل وأكله والثاني الطعام يحلل وأكله حسنا في هذا الموضع سأركز على الحيوانات التي يحلل ويحلل وأكله من الحيوانات التي يحلل وأكله هو بهيمة العرب يعني الإبل والبقر والغنم الحيوانات التي يحلل وأكله كالخيل وبقر وخشان وحمام وذبش وذبه وذبية وضب وأرنق وسعلك والميتتان الحلالان والسمك والجرم ثم الحيوانات التي يحلل وأكله كالغول ثم الحيوانات التي يحلل من السباعي كالأسدي والنم والإيم والدوك والفين والخير والقلب والخيزم والبهد والهرات وعباً هناك أيضا الحلوانات يحرم من الطيور كالسفر والباز والشاه والنسل والجميع جواره الطيور ومنك يحرم كل ما ندبى وطلق لإذائه كالحيا والأقرب والورا والبقد والبرو والزن والبقد وكثير لذلك إذا كان هناك أي إضافات يمكن إضافتها فيمكنك انتقال إلى بسم التعليقات ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته